أكد المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا إن فكرة كتاب ملامح القضاء المصري نشأت بمناسبة مضي خمسين عاما على إنشاء القضاء الدستوري جاء ذلك خلال لقاء خاص مع التلفزيون المصري فكرة نشأت بمناسبة مضي خمسين عاما على إنشاء القضاء الدستوري ولما بقول القضاء الدستوري بقول المحكمة العليا ثم المحكمة الدستورية العليا المحكمة العليا نشأت سنة 69 بموجب القانون 81 لسنة 69 وثلاثة المحكمة الدستورية العليا بموجب القانون 48 لسنة 79 القضاء الدستوري في مصر قضاء منشئ لأنه بيقوم على فكرة محورية أساسية مؤدها أن القضاء الدستوري يجيل بصره في نصوص الدستور فاستلهم منها الأحكام التي يراها مؤدية إلى استقرار الدولة وإلى ضمان الحقوق والحريات هذا التوازن الذي تحدثه الأحكام الدستورية كان لابد أن يكون معروضا على المحاكم الدستورية وعلى المجالس الدستورية وعلى المحاكم العليا لتنهل منه ترجمة نانسي قنقر